الحقيقة أن هذا أحد المخيمات الجديدة التي حاولنا أن نرصدها الآن من خلال جولتنا في ولاية أضنى ما شاهدنا في هذا المخيم هو غياب أن هذه الطاولات التي كان يوجد عليها القليل من الطعام هذه الطاولات سوف نوجه الكاميرا إليها هنا كان يقدم الطعام وتقدم المساعدات إلى الناس الموجودين في هذا المخيم إلى ذلك أيضا كان هناك بعض سيارات البلدية كانت ضمن المخيم أيضا كانت تقدم الطعام للناس الموجودة في هذا المخيم هذا الأمر الآن قطع عن هذا المخيم على ما يبدو بأن أو من خلال فعلا استفسارنا من الناس الموجودين ضمن هذا المخيم هناك قرار أو توجيهات من البلدية والولاية لساكني هذا المخيم بإمكانية العودة إلى منازلهم لأن منازلهم صالحة للسكنة بحسب ما أفادت البلدية والولاية إلا أن الناس الموجودين هنا هم يعني ما زالوا يتخوفون من العودة إلى تلك المنازل وما زالوا يظنون بأن هذه المنازل ليست صالحة لسكنهم لسيما في الأبنية المرتفعة إذن ما زالت حالة الخوف تسيطر على هؤلاء الناس كإجراء من قبل البلدية قامت البلدية بقطع هذه الخدمات عن سكان هذا المخيم من أجل دفعهم للعودة باتجاه منازلهم ومن أراد أن يبقى في هذه الخيم فليبقى ولكن لا خدمات سوف تقدم إلى من سيبقون في هذه الخيم إذن يبدو أن عملية المسح فعلا بدأت تجري على قدم وساق وهناك مساعي في هذه الولاية على الأقل لإعادة الناس إلى مساكنها نحن نتحدث عن قرابة المئة مخيم هنا موجودة في أضنى تحتوي على قرابة أو ما يزيد على مئة ألف شخص وبالتالي نحن أمام الآن أرقام كبيرة بعض الناس لا يريدون العودة إلى أبنيتهم وذهبوا باتجاه عوائلهم أو أقرباءهم أو حاولوا أن يؤمنوا لهم مأوى جديد هذا الأمر أثار الغضب لدى البعض بينما قرر آخرون بأن ينهو هذه الحالة من التشرد أو البقاء في هذه الخيم بعد 11 يوما من الزلزال وقرروا العودة إلى منازلهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر